في كل مرة تتعرض فيها للهجوم تبادر الحكومة إلى إصلاحها فلا حل في جعبتها حتى الآن لوقف الهجمات على خطوط نقل الكهرباء التي باتت حدثا يوميا استهدف داعش خطوط الكهرباء 132 مما أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل عام عن قضاء الحويجة عشرون هجوما على خطوط نقل كهرباء الحويجة في ستة أشهر وهذا في لغة الأرقام يعني خسائر كبيرة لوزارة الكهرباء في الجهد والمال وهو كذلك أيضا بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون في إنتاج محاصيلهم على الري بالمرشات وهذا الري يتطلب الكهرباء ذو أشهر والحويجة تعاني من استهداف أبراج نقل الطاقة وكما يرى المشاهدون رأي أنه الأبطال من صيان التازش الشبكات مع شرطة اتحادية والشرطة الكهرباء الذين يشتغلون على خطوط نقل الطاقة هذه الاستهدافات أثرت تأثير جدا مهم على أهل الحويجة بقوا أيام بدون كهرباء وزارة الكهرباء في بياناتها تقول إن إنتاج الطاقة لعام 2018 ارتفع إلى 16 ألف ميجا واط في عموم العراق وهذا يعني تجهيز كل بيت عراقي ب 16 إلى 22 ساعة يوميا لكن هذا لم يحدث وتراجعت ساعات التجهيز إلى مستويات بلغت في بعض المناطق ساعة واحدة في اليوم وعزت ذلك إلى خليط من هجمات إرهابية وأخرى تخريبية تقف وراءها أحزاب وميليشيات متنفذة أي حالة تدمير أو ضرب للكهرباء تصير حوادث من ناحية العباسي وقضاء الحويجة والخروقات صار تقريبا سبوع يعني ربط حلقة بين الكهرباء وبين الخروقات الأمنية التي جاءت تصير الحويجة إحدى ضحايا الهجمات على خطوط نقل الطاقة فهي ومنذ عدة أيام بلا كهرباء واستهداف مجمع القوى الحيوية والاستراتيجية في خطوط النقل يشي بأن من يهاجمها ليس جاهلا وإنما يعرف ما يريد لقناة الفلوجة محمد الصالح قضاء الحويجة